تأسيس للحديث حول هذا النص بالذات الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم ورد وإن لم يكن سنده بذلك القوي إلا أن المعنى يقينا صحيحا المعنى صحيح لماذا صحيح؟ لأنه يندرج تحت إطار عام وقد ثبتت قواعده آيات من كتاب الله سبحانه عز وجل وكذلك أحاديث أخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصب في المعنى فهي كالمعضد لهذا النص وإن كان من جهة السند طبعا له أو عليه كلام كبير إلا أن المعنى من المتأكد أنه صحيح مئة بالمئة لا أقصد بالصحة صحة السند وإن صحة المعنى نعم صحة المعنى لأنه لا يناقش إثنان ولا يختصم في هذه القضية خصمان في ضرورة إحاطة الأم خصوصا وإن كان الوالدان معنيان بهذه القضية عموما لكن على وجه الخصوص الأم ولما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحل عقدة هذا الإشكال وينمي إلى عقول أتباعه بما للأم من أهمية أعطاها من التنويه والتبجيل والتكريم في كثير من النصوص أكثر مما أعطى الوالد لما لها من حق على الإبن حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه ذلك الصحابي رضوان الله تعالى عليه وعلى الصحابة أجمعين حينما جاء يستأذنه في الغزو في الجهاد قال له ألك أم عندك أم يعني وهو يسوف في هذا المعنى قال نعم قال فلزمها فإن الجنة عند رجلها أو عند رجليها وفي رواية فإن الجنة فلزم رجلها فإن الجنة ثم فإن الجنة ثم وطبعاً يقوي ذلك النص المتقدم الحديث عنه ألا وهو الجنة تحت أقدام الأمهات فهذا النص طبعاً كما قلت في الآيات التي يحفظها كل المسلمين تقريباً وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب يرحمهما كما ربيان صغيراً لسر يعلمه الله سبحانه عز وجل عقب بآية أخرى ربما يقف الناس عند هذا الحد من الآيات لكن الآية التي تلي هذه الآيات تقول ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراً هذه الآية عادة ما تقطع من السياق ولكنها مهمة في السياق دالة على ما دلت عليه الآيات الأولى بل معاقبة عليها وشاملة لمضمونها